اشتركوا في القناة ويناقش قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل الخروج بقرارات تدعم طريق التكامل في جميع المجالات تجسيدا للروابط التاريخية والمصيرية بين قادة وشعوب دول المجلس وكان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ذكر في تصريحات صحفية ان القمة الخليجية التي ستعقد في البحرين تكتسب اهمية خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة وما تشهده من تحديات تحتاج الى التشاور وتبادل الرؤى لكيفية مواجهة التحديات في المنطقة وقال ان جدول اعمال القمة سيكون حافلا بالعديد من الموضوعات والملفات منها ما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك في جوانبه السياسية والدفاعية والامنية والاقتصادية والاجتماعية واضاف ان جدول الاعمال سيبحث كذلك القضايا الاقليمية والصراعات الدائرة فيها وعلاقات دول مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية والجهود الدولية لمكافحة الارهاب وعلى المستوى الامني تبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهودا حثيثة لمواجهة التهديدات الارهابية كما تواجه دول المجلس تحديا امنيا كبيرا يتمثل في التغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها بعض دول المنطقة مثل اليمن وسوريا وعدم استقرار الاوضاع في العراق الى جانب القضية الفلسطينية التي ظلت دوما على اجندة اجتماعات القادة وادراكا من قادة دول المجلس بان الازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دول المجلس لا يمكن ان يتحقق ويتطور الا في ظل بيئة امنة ومستقرة وانطلاقا من المبدأ الراسخ بان ان دول المجلس كل لا يتجزأ صدرت توجيهاتهم السامية لوزراء الداخلية بدول المجلس بالاتصال والتنسيق لعقد لقاء للتباحث وتدارس متطلبات وآليات التنسيق والتعاون الامني بين الدول الاعضاء ان انعقاد القمة الخليجية السابعة والثلاثين في رحاب مملكة البحرين سيسهم بلا شك في تحقيق المزيد من انجازات العمل الخليجي المشترك وسيضع مجلس التعاون الخليجي امام مرحلة جديدة من مراحل التطور النوعي الكبير الذي ينتظره مواطن دول المنطقة بأسرهم ويمضون قدما لتحقيقه املا في بلوغ حلم الاتحاد والتكامل الشامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة